اشتركوا في القناة تشكيلة الزمالك المتوقع اليوم في حراسة المرمى محمد نديم في الدفاع حازم إمام محمود علاء أحمد رفاعي عبدالله جمع محمد عبدالشافي وفي خط الوسط محمد حسان بيسو محمد خضري يوسف إبراهيم أوباما إسلام جابر وفي الهجوم عمر السعيد حسم نادي الزمالك موقف بعض لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب وصول بعض العروض لهم ورفض مسؤول الزمالك بشكل قاطع رحيل أي لاعب نظرا لحاجته إلى جهودهم في الموسم الجديد الذي يسعى الفريق خلاله للمنافسة على أكثر من بطولة مسؤول الزمالك جددوا رفضهم لفكرة رحيل أحمد فتوح وأضاف المصدر العروض التي وصلت لللاعب جميعها عروض شفاهية لا ترتقي إلى الرسمية وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جزبالدو فريرا تمسك باستمرار فتوح مع الفريق في الموسم القادم خصوصا وأنه من العناصر الأساسية أكد مصدر بالجهاز الفني أن فريرا أوصى باستمرار أحمد سيد زيزو لعب الوسط مع الزمالك في الموسم المقبل وقال المصدر أن الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيل زيزو دفعت فريرا للتحدث مع مسؤولي الزمالك والتأكيد على ضرورة استمرار زيزو وطالب فريرا من مسؤولي الزمالك بالحفاظ على زيزو خاصة وأنه من العناصر المهمة بالزمالك تواجد المغربية زكريا الوردي والسنغالية إبراهيم نداي في مقر نادي الزمالك ظهر أمس الخميس لإثمام إجراءات انتقالهما للزمالك بداية من الموسم القادم لتدعيم صفوف الفريق ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الزمالك خلال الأيام المقبلة استعدادا للمشاركة مع الزمالك في المباريات بعد الانتهاء من إجراءات قيدهما في قائمة الموسم الجديد مصدر بالزمالك الإدارة رفضت تطبيق اللائحة على المدافع الشاب وتغريبه ماديا وأكدت أنه لم يقصد كما أنه يقدم مستوى مميز وشارك بشكل كبير في تدريب القريق بالدوري قررت لجنة الحكام إسناد مهمة مباراة الزمالك اليوم لطاقم حكام من وليد عبد الرازق حكم ساحة يعاونه كل من أحمد التلاوي وأحمد ناظر وعلي سعيد حكم رابع وأحمد صالح حكم فيديو ويعاونه محمود باسيوني تطورات شكوى فريرة مصدر بالسفارة البرتغالية في القاهرة أي شكوى يقدمها شخص برتغالي بداعي نشر الشائعات حوله تتحول إلى الشؤون القانونية لدينا وأضاف الشؤون القانونية غالبا ما تحول تلك الشكوى إلى الجهات المختصة في مصر الأمر الذي قد يقود السفارة لنتقدم ببلاغ للنائم العام ضد محمد شبانة وأختم حديثه قائلا تتم متابعة الشكوى بالتنصيق مع نادي الزمالك والشؤون القانونية في النادي على أن يتم الإعلام بشكل رسمي حال وجود تطور جديد أو تحرك قانوني جديد حارص فريرة على توجيه رسالة قصة لللاعبين الشباب المتوجدين بقائمة الزمالك لخوض المباراة المصري وشدد فريرة في حديثه مع لاعب الزمالك الشباب على ضرورة استغلال الفرصة التي سيحصلون عليها أسوة برط ملائقهم الذين حصلوا على الفرصة من قبل وأوضح فرير لللاعبين الشباب أنه يفق قدرتهم جيدا وطالبهم بالتمسك بالفرصة والإثبات ذاتهم مع الزمالك في الفترة القادمة مرتضى منصور أشكر كل رؤساء الاندية في مصر والعالم العربي بلافتناء الذين قدموا لي التهنئة بتتويج الزمالك ببطولة الدوري وشكر خاص لمحمد بصلح رئيس الاتحاد السكندري بسبب تنظيم ممر شرف لنا قبل المباراة وتقديم الورود لنا مرتضى منصور الحكم الدول إبراهيم نور الدين حاول بقدر المستطاع إفسار فرحة جماهير الزمالك في مباراة الاتحاد ولكن لم يستطيع مرتضى منصور مع احترامي للأهل وبطولاته الدوري المصري بدأ عام 1948 ولكن البطولة الحقيقية بدأت بعد دخول تقنية الفيديو عام 2020 ألفار حقق العدالة مرتضى مهاجما شبير لا فائدة له داخل نادي فيوتشر يحاول إقناع عمر كمال عبدالواحد بالاستمرار مع فيوتشر لكي ينضم إلى الأهل كما أنني طالبت الشركة الراعية بعدم تعيين شبير معلقا على مباراة الزمالك الأخيرة وهددت بعدم نزول اللاعبين لأرض الملعب واستجابوا لي مرتضى منصور أشكر أشرف بن شرقي ومحمد أونجم الثنائي سيتواجد في احتفالية التتويق بالدوري وثنونظم احتفالية كبرى داخل النادي نريد أن نبدأ صفحة جديدة مع الجميع وقررت إلغاء قرار شد أي عضو في النادي وأي شخص أيا كان اسمه يدرس فريرا إراحة الثنائي محمد عواد وسيد نمار لعب الفريق في مباراة مصر في الجولة الحالية يسعى فريرا إلى منح كافة اللاعبين البدلاء الفرصة بشكل كامل خلال المبارتين المقبلتين استقر البرتغالي جيزوز باردو فريرا المتير الفني للفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك على الاعتماد على فريق الأمل خلال مواجهة إسترني كامباني في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدور المصري الممتاز كشف مصدر مقرب من زيزو عن تفاصيل الجلسة التي جامعته مع أمير مرتضى وأكد المصدر أن أمير عرض على زيزو تمديد التعاقد لمدة أربعة مواسم مع إلغاء بنت الشرط الجزائي في عقده وأوضح المصدر أن الزمالك قرر رفع قيمة عقد زيزو لما يتناسب مع مستوى وإمكانياته مع الفريق وسيصل لما يقترب من 18 مليون جنيه في الموسم وشدد المصدر على أن الزمالك سيضع امتيازات في عقد زيزو على رأسه مكافأة خاصة حالى الفوز ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مكافأة خاصة حالى الحصول على لقب هداف بطولة الدوري ويتمسك مسؤول الزمالك باستمرار زيزو في الموسم القادم وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله عن الفريق لما يمثله من قوة ضاربة على كافة المستويات بجانب طلب فريرة باستمرار أحمد سيد زيزو في الموسم القادم وعدم رحيله أصلت قناة الكأس القطرية على حقوق نقل مباراة الزمالك والهلال السعودي والمقرر إقامتها يوم التاسع من سبتمبر في كأس سوبر روسيل ومن المنتظر أن يعلق على المباراة المعلق أحمد الطيب والذي يتولى مهمة التعليق على أغلب المباريات في قناة الكأس القطرية أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الخميس 25-8-2022 التصنيف الشهري لمنتخبات العالم والذي شهد حفاظ منتخب مصر الأول على ما كانه في آخر تصنيف بالتواجد في المركز الأربعين عالميا والسادس على مستوى إفريقيا كشف مصدر مقرب من كارلوس كيروش عن مفاجأة في وقهة المدرب خلال الموسم القادم وأكد المصدر أن نادي المصر البورسعيدية تفاوض بقوة مع كارلوس كيروش لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم مشير إلى أن ما تردد عن تفاوض الأهل مع المدرب غير صحيح من الأساس وشدد المصدر على أن كامل أبو علي رئيس نادي المصر البورسعيد أرثل تذاكر السفر إلى كيروش في الأيام الماضية ووجه له الدعوة بالحضور إلى الغردقة وقضاء أجازة هناك على أن يتم التفاوض بين الطرفين على كل الأمور المالية يتبى مهيب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات الشهير تويتر مبادلة بين الاتفاق والزمالك ويوسف أوباما مكان وليد زأزارو وأضاف كارتلون عايز أوباما كوليس ممكن أن تتم مهيب عبدالهادي مرتضى حصل على موفقة سالم الشمس رئيس نادي برامدز لضم عبدالله السعيد وأضاف رغبة عبدالله السعيد هي الانضمام للزمالك رغم أن نادي فاركو دخل بقوة لضم اللاعب ولكن أؤكد عبدالله رغبته الزمالك وتابع مهيب الزمالك في طريقه للإعلان عن صفقة أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر واختتم الزمالك يفاوض في يوتشر لضم أحمد رفعة العلاقة بين الناديين وطيضة جدا وفيها عمق وكلام عن الصفقات وحب متبادل بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكركم كفيفة على قلبكم يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة ومتشكليكم جدا على دعمكم سلام